يعني الكرة الأفريقية ملهاش قواعد سابتة يعني بتلاقي المنتخب أو البلد اللي خاد كاسر الأفريقية ممكن تلاقيه يخرج من الدول الأول في البطولة اللي جاية اللي صعد لكاسر العالم ممكن تلاقيه يعني الكرة الأفريقية ملهاش سوابت معنا جداً فيه متغيرات في كرة الأفريقية وداشة جميل لأنه أمر مختلف ممكن تحقيله من وجهات نظر متعددة أنا عايزة أقول فيما يتعلق بالجزائر إنها عجبتني في العشرين ديال الأولى بصرف النظر عن الجول اللي أحرزته أنا كنت بتفرج على المباراة وساعدت بأداء الجزائر في أول عشرين ديال لأن السنغال ما كانتش بتقدر توصل لمرمى الجزائر والشيء اللي استعجبتوله شوية هو الشوت الثاني لأني شفت استراتيجياً إن الجزائر بترجع الورا كانت بتستخدم الهجمات المرتدة مستغلة في ذلك عدم الأمان وعدم الصيخة الموجود في دفاع السنغال لكن الوينجات ما كانتش بتوصل إذن أنا لسه بفكر ومعتقد كان عندي شك في الجزء البدني لكن أظن إنهما وصلوا بالكاد وده كانت مشكلة كبيرة لأنه بالنسبة لي أنا مش فكر قوي موضوع الأسماء لكن اللاعب رقم 9 في الجزائر اللي هو بالنسبة لي لاعب جيد جداً نعم نعم بغداد بنجاح اللاعب اللي لعبه في المباراة رائع أكثر من رائع أنا كمدرب مش كنت شايفه لاعبه قدم أداء جيد جداً ولفت انتباهي بشكل كبير جداً كمان لفت انتباهي عدد الأخطاء اللي ارتكبتها الجزائر عدد الفاولات اللي ارتكبتها الجزائر عايزة أقول ارتكبت كمية فاولات كبيرة جداً واستخدمت الفاولات كاستراتيجية لأنه في أول سبع دائت من المباراة مانيش كان عنده ثلاثة أو أربع كرات سينيغال ليه ما لقوش الحلول في دفاع متخبنا الوطني الجزائر لأن حتى لو الطريقة أربعة خمسة واحد ولكن لما الفريق يكون يدافع يصبح بخمس مدافعين يعني جاديورا يرجع إلى الوراء مع بالعمري ومع مندي يعني هذا اللي خلى المهمة صعبة بطولة الأفريقية اللي جاية أنا عندي جزائر فازت بالبطولة وهذا هو المهم أنا عندي ثلاث دائق كل واحد هيقدم تهنئة ورسالة للمنتخب الجزائري والشعب الجزائري كابتن رابح بداية منك أنا بكل صراحة أنا سعيد جداً سعيد جداً لرفوز منتخبنا الوطني بهذه البطولة الغالية الذي هربت مننا منذ سنوات وسنوات والحمد لله الآن للمرة الثانية رح نعمل النجمة الثانية في قميص المنتخب الوطني الجزائري وكما قلت فيه مكان آخر إن شاء الله للثالثة والرابعة في المستقبل نحيي الشعب الجزائري بهذه الفوز ونبارك أيضاً للعبين والمسيرين وإلى بالماضي وإن شاء الله المزيد من تألق والمزيد من النتائج الإيجابية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر